شاركت البعثة الدائمة لمملكة البحرين لدى الأمم المتحدة في جينيف في الجلسة الخاصة والاستثنائية التي عقدها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لمناقشة حالة حقوق الإنسان في أفغانستان حيث قدمت البعثة بالنيابة عن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بياناً ألقاه السفير الدكتور يوسف عبد الكريم بوشيري المندوب الدائم لمملكة البحرين لدى الأمم المتحدة في جينيف الرئيس الحالي للمجموعة الخليجية عرب فيه عن قلق دول مجلس التعاون من العنف المتصاعد في أفغانستان داعياً كافة الأطراف إلى العمل على تحقيق الاستقرار والأمن والحفاظ على الأرواح والممتلكات والعمل على تحقيق أمال وتطلعات الشعب الأفغاني وتغليب مصلحته من خلال عملية سياسية ومصالحات شاملة